بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يتني الفكرة من أستاذة سناء القملاس بحكم أني أنا اشتغلت معاها في مصنع أمنية لتدوير النفايات البلاستيكية فحبيت الفكرة فكرة تدوير البلاستيك فمرة من المرات كنت رايحت لها البيت الصبح فقيت لها أستاذة سناء أبي مشروع تدوير شيء حلو يعني الناس تتكلم فيه ومفيد يفيد ديرتي يفيدنا إحنا يفيد بيئتنا كانت قول مها أنا والله ببالي فكرة وديني تسوينها طرحت على ناس من قبلك بس ما سووها وحس أن ما تشجعوا وحس أن أنت قادرة أن تسوينها أنت شقردية كانت قول لها شن الفكرة كانت تقول لي الخشب مثل ما هي بلاستيك نحن بالضبط فقالت لي شوفي مقطط بالشوارع بكل مكان هذا يعيدين تدويرها وتنتجين ألواح خشبية رح يصيرين الأولى على مستوى الكويت وبالخليج العربي في إنتاج الأخشاب لأن أنا لما سويت دراسة بعد أنه في الخشب شفت أن الكويت كل سنة تستورد أخشاب ما عندنا غابات ما عندنا غابات ما شوفي؟ أي هذا الخشب الويست وود هذا مقطط بالشوارع أنا لما أخذ وعيد تدويره رح يطلع لي ألواح خشبية اللي هي الخشب المضغوط فحبيت الفكرة وايد أن أصير أول مصنع بالكويت وبالخليج العربي وليش لا؟ أني أنا أقدر أصدر وأفيد ديرتي وأفيد البيئة بعد بالدرجة الأولى أنه لو مثلا سناء القملاس شالت البلاستيك أنا شلت الخشب بغير يشير إطارات السيارات فهذا ما يصير عندنا نفايات 100% نحافظ على البيئة نعم وهذه طبعا مسؤوليتنا كلنا كمجتمع ويكون فيه مدخول لها الدولة مدخول لها الشخص ومشروع جدا قيم لكن الآن يتلج الفكرة من الذي يشجعك من الذي يساعدك من الذي أحبطك والله شوف إحباط أنا عندي الطاقة الإيجابية قوية فمهما كانت في سلبيات حوالي عندي إصرار وتحدي قوي ما أسمع لهم ما أسمع لهم خلاص ببالي فكرة أتوكل على الله وأمشي فيها فوالت شجعوني لكل ما أقول حق فكرتي خاصة بعد ما دخلت اتحاد الصناعات والدورات التدريبية كل ما قلت فكرتي وعرضتها على أحد يستغرب أن أنت من وين يتلج هالفكرة أرجع إذا يبوقونها أنت تمشين وتتكلم أن يبوقونها يا أمان عليهم بالعافية إذا أركت بها أنها بتصير لي إن شاء الله بتصير لي وطابرت ما شاء الله وقدرت توصلين إلى رسم الفكرة نعم الحين وين وصلت الحين وصلت بعد ما خلصت يعني دورات التدريبية في اتحاد الصناعات كيف كانت الدورات؟ والله وائد مفيدة علمتني كيف أرتب أفكاري كيف أقيم فكرتي أقيم مشروعي كيف أقدر أأسس مشروع على أرض الواقع من خلال المصانع التي زرناها شفناها يعني صراحة اتحاد الصناعات يعني دورات هذه فادتنا وائد بشكل ما تتصورها هذه دعوالية لكل كل شابة وشاب عندها ثكرة بالمصنع لإنتاج أي معدن أي شيء ممكن أنه يتوجه يتوجه لاتحاد الصناعات ويشوف هذه الدورات وبعد ما خذيت الدورات المكثفة وبعد ما خذيت هذه الدورات المكثفة يعني فكرت بشكل جدي أني أنا أسوي دراسة الجدوى ومن خلال برنامجكم بالكويتي أشكر شركة بيتك للاستشارات اللي قدمت لي دراسة الجدوى مالتي أخص بالذكر الدكتور طلال سيل لأن الصراحة وقفوا معي وقفوا ووايد حلوة وقدموا لدراسة جدوى ووايد من A to Z ما شاء الله فيها كل التفاصيل اللي يحتاجها الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة شفتين ما حد يقصروا هك ما حد يقصروا المجتهد والطموح اللي بيخدم ديرته ويخدم البيئة بشكل عام بنشوف مع بعض تغرير رح نرجع لك إن شاء الله أخدمها طبعا دائما المصانع هذه تحتاج إلى دورات مثل ما ذكرت أخدمها لكن بنشوف مع بعض مصنع المبادرين الثالث ترجمة نانسي قنقر أشكر مشروع مصنع المبادرين على الفرصة اللي أعطاني إياها أني أرتب أفكاري وأعرف أولوياتي وأبدي مشروعي صح صراحة المشروع هذا مصنع المبادرين علمنا شلون نقيم مشروع نقيم فكرة نشوفوا كانية تطبيقها في الحياة العملية طبعاً اتحاد الصناعات الكويتية له تاريخ مشرف وطويل في دعم قطاع الشباب ودعم الشباب الكويتي اتحاد الصناعات بطل لي أفاق وائد كبيرة ممكن كنت أنا يشوف ليجي الدام السنة بس اتحاد الصناعات خلانا يشوف ليجي الدام عشر سنين الحرفية في عالم الصناعة مو مختصرة في عالم الرجال النساء اثبتوا جدارتهم في الصناعة بدون اسرار وعزيمة ما تقدر توصل لنجاح مشروعك ثابر وخليك ماشي إلى الأمام هذا كان مصنع المبادرين الثالث اللي تقيم هيئة الصناعة ومهد دوسري شاركتي في هذا نعم الدورات نعم شون كانت باختصار والله كانت دورات وايد ممتازة علمتني أشياء كثيرة أول شي شون يعني أقدر أقيم مشروعي شلون أقيم فكرتي قلت لك من قبل شلون أقدر أشوف مشروعي على أرض الواقع يعني يعني أشياء وايد أساسيات يعني قوية شلون أنا أقدر يعني أبني مصنع فهذا أشياء ما كان عندي فكرة عنها كثرة يعني كنت ملمة بالخشب ودرست فيه بس أنه ما شاء الله أعطوني أسس وايد حلوة وشفتي ما شاء الله يعني الدولة تدعم كل المشاريع المنفردة ومتميزة وتخدم الديرة وتخدم أيضا البيئة فيعتبر هذا من المشاريع المتوسطة أو أي محفظة تعتبر المتوسطة الكبيرة لأن المصنع كبير ما شاء الله نعم وشون كان الدعم معك والله الكل يعني على قدم وساق وين ما أروح ما شاء الله تلاقي يعني الناس تساعدك وايد يعني ما شاء الله فما لقيت ليل حين يعني الأشياء السلبية اللي تردني أو أن ما شاء الله أحس أن الطريج مفتوح لي أسا إن شاء الله يا رب ايه وين ما أروح والمصنع وين راح يكون بإذن الله إن شاء الله بمينة عبد الله نعم ومتى راح تبدي تجهيزات وتبدي المعدات مجرد ما تتم الموافقة على مشروعي بإذن الله يعني الأسبوع الياء يقدم دراسة الجدوى وبإذن الله يوافقون على مشروعي ويتم الإجراءات إن شاء الله بعدين تقلتي الأخشاب تبتأخذ الأخشاب اللي مقططة ولا تستخدم هذي شون طريقة الآلية هل هي نفس طريقة آلية أمنية للبلاستيك هو شوف الخشب مقطط بكل مكان سواء مخلفات البنيان مخلفات الناس يعني أثاثهم الأثاث اللي يقطون وشوذي المدارس الوزارات هذا أنا كلها أخذه أعيد تدويره مرة ثانية يعني ينبشر هم يبولت شيئا ولا أنت تبحثين عن مع فريق والله أنا سويت لي أكاونت في السناب شات وفي الإستغرام وبتويتر ما شاء الله لا تشوف تفاعل الناس ممتاز كل من يقول عندي بيبان البيت انتخذ اللي يقول لي عندي طاولات اللي عندي هذا فتبارك الرحمن الناس ويت فاعلت معي بشكل ما تتصوره نعم شنو زين الحساب اللي عشان ممكن اللي بيتواصل المهات اندستريز ممتاز وآخر سؤال دائما يعني المنتجات راح تسوينها راح تخدم بالضبط شنو هي عمل تجاري ولا جزء منها بيكون تطوعي لها الدولة والله أنا فكرة بإذن الله إذا فتتحت المصنع راح يكون عندي لينين انتاج لين انتاج اللي هو الألواحة الخشبية ولين أثاث المودرن آه ممتاز فحابة أني أنا أسوي الأثاث اللي ما يأخذ حيز في البيت وإن شاء الله راح يعني أقاب الناس مختصين في الأشياء هذه ديزاينر ويتعاونون معي عشان إذا طلعت هم يطلعون معي متأحد إحنا بنغير الطاولة يبين هنا طاولة أبد ما طلب الله عزك إن شاء الله الله يسلم إذا عندك كل ما خيرة نصيحة خيرة والله أنا أحابة أوجه من خلال برنامجكم الشكر خاص لأستاذة سناء القملاس أستاذة فرح شعبان شركتها أستاذ أحمد الجهيم اللي أبديت باتصالاتي وأسئلتي اللي ما لها أي معنى أحب أشكر مصنع المبادرين رقم ثلاثة زملائي اللي بالدورة كلهم شباب وبنات دكتور بدر الحجي دكتور سهيلة المطوع إن شاء الله كلهم ساعدهم كلهم المهندس طلع العنزي دكتور خالد الرجدان اتحاد الصناعات بما فيهم أستاذة هدى البخشي أوجه لهم الشكر من برنامجكم بالكويتي وودي أقول حق الشباب التجهوا حق التسحاد الصناعات الدولة تدعمكم لا يوقفك شيء ما تقصر معاكم عندنا طاقات عندنا أفكار وايد حلوة مو عند أحد روحوا والله وإياكم